هذا القصف هو الثالث على أربيل منذ 2018 لكنه مختلف هذه المرة الإرادات السياسية تتشابك وفي الواجهة مسعود بارزاني الزعيم الكردي المعروف بمعارضته العنيدة لسياسات الأجنحة المتشددة في العراق وإيران خمسة وعشرون صاروخ كاتيوشا كانت متوجهة إلى قلب أربيل عبر منصة هيئت للقصف من سيارة نوع كية أطلق منها أربعة عشر صاروخة سقطت أربعة على مباني تابعة للمطار قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية الكردية على العجلة في بلدة القوير بريف نينوة الاستهداف لم يكن عادية فللمرة الأولى تسقط صواريخ على منطقة سكنية تكتظ بقنصليات مصر وفلسطين والصين وتقطنها نخبة من رجال الأعمال العراقيين والعرب في أربيل التي تعد واحة الهدوء في منطقة متوترة وسرعان ما أعلن ما يسمى سرايا أولياء الدم مسؤوليته عن العملية التي وصفها بالنوعية سماء أربيل ونينو وكركوك شهدت ليلة الاثنين طلعات جوية مكثفة للتحالف لتأمين المطار بعد القصف الذي أغضب إدارة بايدن بحسب ما أكده بيان للخارجية الأمريكية وتوعد بمحاسبة الجنات الذين تسببوا في مقتل عراقي متعاقد مع القوات الأمريكية وجرح خمسة عسكريين أجانب العملية جاءت وسط توتر سياسي متصاعد بين بغداد والفصائل المسلحة وحالة من الشك تسود الشرق الأوسط حول سياسة الرئيس الأمريكي الجديد مع إيران فضلا عن المعارك المفتوحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني شمالي أربيل سيل من الإدانات المحلية والدولية متبوعة بتضامن كبير مع شعب إقليم كردستان الذي يقيم فيه أيضا نحو مليون عربي ومطالبات بملاحقة خلايا الكاتيوشة التي صارت تنشر عدم الاستقرار من بغداد حتى كردستان